طيب اه نروح ليه اه مباراة بكرة شايفها ازاي واخصوصا انها مهمة جدا بعد مباراة النادي الاهلي اه يعني مباراة النادي الاهلي كانت في الاسبوع التالت فبالتالي عايز اقول ان الدوري طويل جدا الدوري دايما مرس طويل اللي بيكسب بيه اللي عنده نفس اطول فبالتالي انا عايز اقول لجماهير الزماك في كل مكان الدوري لسه طويل الزماك منافس قوي الزماك مستمر للنهاية الزماك هو بطل المسابقة هو حامل اللقب وان شاء الله الزماك بيلعب على البطولة وان شاء الله هو الاقرب يعني الفرق لسه بدري يعني احنا لسه في الاسبوع الرابع لسه هنلعب مباراة الاسبوع الرابع ان شاء الله مباراة بكرة مباراة مهمة مع الاسماعيلي كل الكلام وكل الحزوز بيصب في مصلحة النادي الزماك الزماك هو الفريق الاقوى هو الافضل يعني هي مباراة واحدة حصل فيها الضروب بتاعت النادي الاهلي حصل فيها الضروب لكن الفريق رجع الشوت التاني فده يطمنك ان لا الفريق هيرجع الفوز على الاسماعيلي خطوة مهمة جدا في طريق المنافسة زي ما قلنا طريق الدوري طريق طويل جدا وطريق شعق ومحتاج النفس والروح الطويلة فانا عايز جمهور الزماك يطمئن لده نادي الزماك مستمر في المنافسة لازم نشجع اللعيبة ننسى الاسماء ننسى مين بيدير المجلس ادارة او مين مع مين او مين ضد مين لا احنا مع الزمالك كل الناس مع نادي الزمالك اللي يفضل عريضة هي نادي الزمالك كلنا مع نادي الزمالك الاسماء دي اللي بتدير النادي سواء قعدة او ميشت او راحت او جاية هي في النهاية تحت مظلة نادي الزمالك فكلنا تحت مظلة نادي الزمالك كلنا عايزين نادي الزمالك يكسب وكلنا بنساند مجلس الادارة اللي موجود واللي موجود هو حلقة وصل بينه ما بين اللي قابله هي حلقات يعني مجالس الادارة حلقات في النهاية ده بيشتعل على شغل ده وده بيكمل شغل ده فالناس لازل تبقى هي دي الروح الموجودة في نادي الزمالك لو الروح دي استمرت اعتقد ان نادي الزمالك هيحرز بطولات في الفترة الجاية ونادي الزمالك الفترة اللي فاتت رغم صعوبتها ورغم اللي حصل كل اللي حصل الفترة اللي فاتت وصعوبة اللي حصل على جماهير نادي الزمالك ووقعه من يوم بطولة افريقيا اللي كننا عارفينها الى الان كانت طبعا احداث صعبة على جمهور نادي الزمالك ومع هذا النادي الزمالك حصلت بطولات والموسم اللي فات يمكن كان موسم تاريخي النادي الزمالك يسبب بطولات في جميع الألعاب فبالتالي عشان نكمل في ده لابد ان الجمهور يساند فرق وبقوة انا شايف بعض الناس بدأت ايه يعني تتكلم على والنبي احنا بنشجع الرئيس الفلاني ضد لا 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 انسوا الانتخابات وانسوا قصة دي خالص احنا مع نادي الزمالك نادي الزمالك وفرق نادي الزمالك في اي وقت احنا بنساندها واحنا معاه طيب هل ممكن نهورات الزمالك تهض النظر على الاسماء اللي بيدير يعني